مرحبا، أهلت عصام ونور كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير؟ اشتقنا لكم كثيرا ونعرف أنه طولنا عليكم لأنه في كثير منهم نور يكتبون لنا لماذا لم تنزلتوا شيء على العيد ايه وأنا كمان يكتبوني نور لماذا لم تنزلوا شيء على العيد وينكم؟ اشتقنا لكم؟ نحن باقي اشتقنا لكم والله نحن نقطعنا عنكم هاي الفترة بسبب الشيء اللي عم يصير عند إخواننا بفلسطين نحن كثيرا على فكرة كثير زعلانين لا أعلم أنه يشعرون بشعور كثير غريب يشعرون جواتي فيه غصة بالله العظيم يعني حتى مع أنه نحن نزلنا على المنتدى أنه نحن لم ننزل شيء على العيد ولكن ليس أغلبتكم أن تشاهدوا المنتدى الأفترية منكم لا يشاهدون لذلك اليوم هاد يكتبوني ويبعتوني أنه لماذا لم تنزلتوا شيء على العيد لماذا لم تشاركتنا بشيء على العيد بصراحة أنا بدي أقول لنا على شغلة أنه نحن شاهدنا قواعي العيد وكنا محضرين شغلات كثيرا ونعملها حلوة ونشاركة معكم ولكن مرأنا بالعيد ومثل ما تكون هناك غصة ظروفة صعبة لأنه أنا ونور نتابع أخبار أول بأول نرى الأشياء التي تحدث في فلسطين ونحن كثيرا متعاطفين معهنا في فلسطين ومتضامنين معهم فلا هيك أنه في الفترة العيد الفترة اللي مضت أنه لا ننشر أي شيء يعني ما كان هيك إلنا قلب أنه نحن نصور وخاصة بدي أكون صريحة معكم أنه نحن هم بالسويد يعني ما نحس بأجواء رمضان ما نحس بأجواء عيد فنحن لازم نخلق هاي الأجواء مثلا إذا اشترينا أواعي نعمل أي شيء نحسس حالنا بالعيد بس الشيء اللي عم بيصير فخلص يعني بتحسوا حالكم أنه يفتح كل الإجروح والله العظيم فتحنا كل المماجئ أنه ليش عم بيصير مثلا وكل يوم أنا صاير أنه مبنى مإلا لأشوف الأخبار وكذا وش اللي عم يصير يوفر أن يتقف أعمال والله عظيم على فلسطين ويرانتأم بكل مين ضالكم وانشالله يوفر الوحياء وانشالله يوفر الوحياء على كل البلدان فهنا نحن ورغب أنا بأشعر فكرا من شخص يدعي الأهل في فلسطين وانشالله يحميهم وينصرهم وانشالله تتحسن الأمور على كل البلدان العربية وعن أخواننا في فلسطين وانشالله يوفر الوحياء تجاز فرحة في كل بيوتنا سوفر ليمن بأي بالأيام يوم إن شاء الله هكذا يعمل السلام وكل شيء يرجع أخبركم ما مننا بالعيد بأيام العيد أول يوم العيد لبسنا أولادنا حاولنا شوي مفرحهم حسسسهم بأجواء العيد قلب البيت ولبسناهم ونرأت لبنا نصورهم ونزلهم صورة للذكرى نعم نصورنا هون هيك صور للذكرى بس مو أكتر بس حتى أنا والله العظيم أقسم بالله أنه أنا ملبس أواعي العيد والله العظيم وأنا كمان بس في شغلة واحدة أنتو بالفيديو الماضي كتبتوا أنه عصام جاكيت الطقم أنه صغيرة عليك شوي إذا تأخذ الأكبر بيكون أحسن فرح تبدلته ورجعت قبل أن يأتي العيد ولهلأ لنرجعت أنه بستغياب العيد ايه والله عن جد لأنه صراحة يعني يعني مننا هيك قلب أنه نحنا نفرح ونصور مع أنه فينا تقول لنا أنه لا هذا مثلا عيد المسلمين مفروض لازم لحنا نفرح وهذا الشي هلأ أوكي نحنا لازم نفرح بس لما بيصير شيء خارج عن إرادتكم فخلاص يا ما بتقدروا أنه نصور يكون قاعد بأمان الله ونرى الشوفات ويزعل أيضا أنه بالنهاية أهلنا وناسنا ويفتح مثلا الأخبار ويشوف طفل وكذا فأكيد لأنه يعني الواحد يزعل فيه شغلة بدي وصلكم إيها صحيح أنه فيه كثير كتابولي نور أنه ليش ما أنتوا تتصوروا وأنه مثلا تبعتوا أرباح الفيديوهات لا لا يروح لأخونا فرصي طبعا أكيد هذا الشيء ثاني هذا لحال هذا الشيء ثاني وشي لحال ولكن أريد فهمكم شغلة أنه نحن بشر مثلنا مثلكم أكيد إذا نرى أشياء تأثر فيها فصعب نطلع ونضحك على الكاميرا ونصور ونعيش حياتنا مثل كأنه لا يوجد أي شيء نحن دائما أنتم تعودين علينا الطاقة الإيجابية ودائما نضحك دائما نكون مبسوطين حتى أنتم نغيركم الجو ونجعلكم تتسلوا فما نحن نكون نحن زعلانين من جوا أو متضايقين كيف نطلق هذه الضحكة أو أو هذه الفرحة أو هيك أكيد طبعا هيك بعدما نزلت أنا بوستات على الإستجرام وقناتنا على اليوتيوب فأجاني كمت عليه أنه بقال لي طبعا أنت ليش ما تعطفت مع أولاد بلدها كل أمور هاي طبعا فيه الإيجابي وفيه السلبي بس الشيء اللي بدي وصلكم أنه نحن أكيد ما تعطف مع العراق وسوريا وكل البلدان العربية بشكل عام بس فلسطين هيكت يعني سبحان الله من أول مولد أنا على الدنيا وفيه قضية هي هي القضية هي الأقصى وبصراحة أقول لكم على الشيء أنه سوريا بحس أنه أنا مثل اثنين أخوة عم يتخانقوا مع بعض أي يعني سوريين مع بعض عم يتخانقوا مع بعض طبعا نحن نتعي كل الناس أو كل البلد ما بارف شو عن المحكة إن شاء الله يا رب إن شاء الله يا رب رب العالمين يفرج على كل البلدان العربية يا رب ويعم السلام عليهم لأن تساكوا تماما حتى نحن بهاي الغربة أنه نشوف البلدان العربية هيك عم يصير فكتير نحن نحن نحزن لأنه نحن كمان طموحنا بيوم الأيام أنه نرجع لهديك البلد نأخذ بلدنا والروح نحن كمان متغربين عن بلدنا ومتغربين عن أهلنا ونحن كمان مهجرين ومتغربين عن بلدنا طلينا عليكم بهذا الفيديو لنخبركم شو عمنا بالعيد وشو السبب إنه اللي مع من ننزل فيديوهات اللي حاليا إن شاء الله بالأيام اللي جاية نحن نرجع نصور لكم وننزل لكم فيديوهات كتير حلوة بس إنه هيك شوية هذا الوضع وكمان قلت الله نور تجهز حالا لقناة الأكل رح يرتفع وزنا إن شاء الله يا رب جاهزة من حمسة؟ إن شاء الله الله العظيم لك طولت بالي عليك وقت الولادة كان ماتينك تطوري حلو؟ وبعد الولادة لكبرو شوية التوأم وهلأ صار الموضوع كل شي تمام إن شاء الله بالأيام اللي جاية رح أرجع لكم على قناة الأكل في كتير منهم ما بيعرفوها لقناة الأكل بتلوه روضا حلصم دور وإش مع عصام نور فوديا هي تيست فود إن شاء الله يا رب بس هيك بدنا منكم إنه تدعو لأهلنا في فلسطين تدعو لكل الناس إن شاء الله هيك بعمل السلام ونحميه وننصرون لا أعرف شو بدي أقول بصراحة قبل ما نهي معكم هذا الفيديو أكيد رح تسألوا وين التوأم وين أليك زماريتا أليك زماريتا بالحضانة وآدم ليم شو ألبي نايمين نايمين بسابق أنهم رضوا حليب وحطوا راسهم نناموا فأنا نطلع عليكم بفيديو أصير ونطملكوا على حالنا وكمان قلنا نقول لكم إنه نحنا بخير والحمد لله كل شي تمام وإحنا بخير وإن شاء الله يا رب أنتو كمان تكونوا كمان بقلب خير إن شاء الله هيك كمان العيد الجاي بيكون أحسن ومنعاد علينا وعليكم بالصحة والسلامة يا رب هيد إيسام ونور هلا هيكنا نختم معكم هذا الفيديو وخبرناكم ليش كنا غايبين عنكم إن شاء الله بصير معنا هاي الفترة إن شاء الله هيكل شي بيتحسن لأحسن إن شاء الله وإن شاء الله هيك انتظرونا بالفيديوهات اللي جايه ونشوفكم على خير إن شاء الله إن شاء الله ترى